نعود إلى سميلنا أنس أبو عرقوب أنس ماذا يعني أن تنقل سيارة إسعاف واحدة ثلاث حالات حرجة في عام 2023 وفي العام الذي يدعي فيه نتنياهو بأن دولة الاحتلال هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وأنهم حرسون على حقوق الإنسان يعني هذه الحكومة أركانها يؤمنون بكتاب توراة الملك يطبع ويوزع ويدرس في إسرائيل ويوزع على الضباط ينص على وجوب قتل الأطفال الفلسطينيين الرضع هذا هو العالم لا أحد يتحدث عن ذلك يعني استهداف الأطفال أمر أمر في عقدتهم وفي سلوكهم وفي كتابهم برنامج سياسي لهذه الحكومة هذا ما يدرس في المدارس الدينية التي تخرج الضباط في مستوطنة سهار هؤلاء الضباط الذين يقودون العملية درسوا في هذه المدارس الدينية يعني عندما تقرأ النص لا تتخيل أن إنسان كتبه أنت لا تستطيع أن تواصل قراءة مثل هذا النص هذا هو تحول إلى برنامج سياسي في إسرائيل وهذه هي عقيدة الجيش الإسرائيلي هؤلاء هم الضباط خرجي المدارس الدينية في إسرائيل قتل الأطفال الفلسطينيين مباح هدم المساجد مباح هناك تحريض على المساجد وعلى دور العبادة يعني من الإعلام الإسرائيلي هذا هو الواقع في إسرائيل هكذا يجب أن يراه العالم هذا غير مستغرب هذا الكتاب هو من يصيغ وعيهم هذا الكتاب يدرس للضباط في الجنود في المدارس الدينية الذين يصبحون ضباطا في الوحدات القتالية ذبح الأطفال الرضع تصور يعني النص ليس بإمكان إنسان أن يستطيع قراءته هؤلاء هذا عمل هذه مذبحة مدبرة دبرت منذ عام يعني يستعد لها جيش الاحتلال هي بالنسبة لنتنياهو عملية علاقات عامة لتعزيز صورته داخل إسرائيل بوصفه الشخص الأقدر على ذبح الفلسطينيين بدون رحمة بهدم منازلهم بمنع العلاج عنهم